مرحبا سابع كيفكم اليوم سوف نفعل التطبيقاتنا على صفحة 18 صفحة 18 وهي صفحة 18 عبارة عن تطبيق لقرامر عندك اللي هي اللي اخدناها اللي اخدناها اللي اخدناها وهكذا وهكذا هاي الاشياء اللي رح نطبقها هلأ هون بناء على البكتشر اللي امامنا بناء على الصور اللي امامنا بناء نحدد اماكن الاشياء طبعا هون السؤال كتير سهل بس فيه له افرع كتير يعني انت حتتغلب في الكتاب لكن كلياتهم على نفس النمط ما في اي تغيير اذا فهمت السؤال اول تاني تالت الرابع بعد هيك بتصير لحالك تكتب بدون اي مساعدة وبكل سهولة ويسر لانه اصلا معطيك بالسؤال شو بده يعني معطيك عناصر الاجابي كاملة يعني خلينا نشوف اول مثال bird in cage طيب bird where's a bird yes this is a bird السؤال رح يكون where is ليش حطينا is لانه ال bird مفرد نسأل عن العصفور العصفور مفرد العصفور واحد so where is the bird question mark the answer is it is in the cage in the هاي حاطط لك ال in بالسؤال نفسه حاط لك الكيج بس انت بدك تحكي it is in the cage هو بالقفص cage يعني قفص اوكي والسؤال التاني رح نسأل عن البوكس these box اوكي وحاكي لك in وكبورد يعني ما ضل اشي بس لك تحكي انك انت عناصر السؤال where are مش is لانه البوكس جمع the box question mark ما ننساها سابع ضروري جدا الجواب they are in the cabbord هاي in the cabbord هدولها من السؤال بس نحكي they are بدل it is لانه هون نسأل عن جمع هاي للجمع منحكي they are بالجواب المفرد نحكي عنه it is بس هاي هي عرفت هدول خلص كل السؤالة صارت عندك جدا سهلة للجمع منسأل where are للمفرد نسأل where is للمفرد منجاوب it is للجمع منجاوب they are اوكي number three عندك lamp on table this lamp so the question must be where is ولا are is طبعا لانها لامب وحدة where is the lamp question mark the answer is it is لانه ها جواب للمفرد it is on the table on the table بس بنحط the on the table full stop number four عندك vases on shelf عندك vases هايهم on shelf vases جمع ولا مفرد جمع so بنسأل where is اكيد لا where are the vases where are the vases question mark the answer they are وين on the shelf they are on the shelf هلا انا رح اكملهم كل اياتهم بس انت حاول انك اكتوبهم لحالك مش معي من الفيديو خلص طالما اتعلمت لهون اكتب لحالك الباقي number five man behind chair where is the man where is the man اللي حطينا is لانه man مفرد جواب he is behind لش بحطت ات ات انا عم بسأل عن من رجل رجل بنحط له he he is behind the chair what's the meaning of behind behind يعني خلفه the chair خلفه الكرسي طيب هون عندها coats coats فيها اس بالآخر اس الجمع اذا مفرد ولا جمع جمع والجمع شو بنحكي where are the coats they are behind the door full stop number seven عندي ماوس والماوس مفرد so where is where is the mouse الجواب بيكون it is under the table شاني under يعني تحت تحت الطاولة ماوس اللي هو الفقر where is هون where is the cats صح اللي انا حكيته اكيد لا لانه الكات جمع so where are the cats where are the cats question mark they are under the table تحت الطاولة number nine bird cage هو قفص العصفور where is the bird cage حطيت لها is لانها مفرد the bird cage او it is او ايا ايما بحكي the bird cage is او it is بدل the bird cage بحط it لانه القفص جماعت بياخد it it is above the television above يعني فوق فوق بس في مسافة بينه وبين اللي تحته above the television where is the light where is the light اينا الضو it is above table it is above the table it is above the table number eleven where is شوف clothes مش clothes cloth يعني مفرد where is the cloth question mark the answer it is over the bird cage فوق bird cage قفص العصفور هي this is a cloth قطعة الملابس number 12 girl between boys where is the girl question mark where is the girl اينا البنت she is شوف ما حطينا it حطينا she لانه girl بنت she is sitting between this is a girl she is sitting تجلس between بين boys بين the boys between the boys يعني بين الاولاد number 13 mouse where is the mouse it is between the cats vases جمع where are the vases الجواب they are next to the radio افكرا بقدر اجابب حتى روما طلعت عالصورة من بس التلات كلمات اللي معطينا اياهم عندي 15 where are the vases they are between the jug and radio فالستوب هاي انا راح كمان مرة راح اوضح لك الصورة بشكل كامل لك الصفحة كاملة عشان تعملها screen shot اذا بدك تنقل ناقل اوكي هيك تمام اعمل screen shot تمام تمام اوكي خلينا نروح الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة 19 page 19 اللي هو نفس التمرين اللي اخدناه على الساعة اللي حكينا انه first past يعني و to يعني الا ما تنسى هاي المعلومة كتير بتفيدك هلا هون what time is it please what time is it please يعني شو هون الوقت في هاي الساعة شو بنحكي it is five past eleven five past eleven يعني 11 بنبدأ عكسي past حكينا و five يعني خمسة اذا ساعة 11 و خمسة five past eleven صح تمام عندي number two what is the time please كمان look at the clock اطلع على الساعة what's the time بنقدر نحكيها بطريقتين اما بنحكي it is eight ten يعني كأنها هيك eight ten انت عطول تفهمنا ثمانية و عشرة or ننتبه الطريقة التالية بنحكي it is ten minute past eight تمام ten minute past eight يعني ثمانية past يعني tell me the time please هل تستطيع ان تخبرني بالوقت please look at the clock اما بنحكي it is nine fifteen nine fifteen يعني تسعة وربع او بنحكي it is a quarter past nine يعني nine past و quarter يعني ربع اذا ساعة تسعة وربع look at the clock ساعة تسعة وربع صحيحة number four do you know what time it is please كمان الجواب اما it is four thirty شو يعني four thirty four نقطتين thirty شو يعني هاي الساعة هيك يعني اربع ونص صحيح مية في المية بعد رحكي four thirty or it is half past four half past four يعني اربعة ونص نفس الشي number five رح نكتب السؤال مطلوبة رح نكتب السؤال could you tell me what زي هون could you tell me the time what the time what the time what the time it is please يعني زي ما بدك تكتبه زي هون بالضبط ماذا نكتبه زي هيك عادي الجواب اما one thirty five شو يعني one thirty five يعني one نقطتين thirty five يعني واحدة ونص وخمسة أو or it's twenty twenty five two two يعني تنتين إلا twenty five إلا خمسة وعشرين دقيقة شو يعني خمسة وعشرين دقيقة يعني هون إذن يعني واحدة ونص وخمسة تمام هيك إلا خمسة وعشرين دقيقة بنحكيها twenty five two two number six عندي what's the time please question mark عندي هون يا إما بنحكي it's nine fifty nine شو يعني nine fifty هاي الطريقة الأسهل لكم انتو fifty أو بنحكي it's ten minutes to ten يعني ten two يعني إلا عشرة ساعة عاشرة إلا عشرة ten minutes to ten can you see what time it is question mark بتقدر تشوف لي الساعة أو can you tell me what is the time كله صحيح بتقدر تعمل السؤال بطريقة اللي بدك إياها إما it's nine fifteen عطول أنت بترجمها nine fifteen سهلة أو it is برضه سهلة الرباع عندك a quarter past nine quarter past nine إذا نفس الشي تسعة والرباع هيك بنكون أخذنا جميع أشكال الساعة كاملة وعلينا ضايل آخر سؤال اللي هو كمان كتير مهم إحنا أخذناها في كتابنا العادي إنه إمت بنحط الشحطة في الأرقاب إمت بنحطها هلأ هنا جابين إياها بسؤال منه حسابي ومنه نتعلم شو يعني ضرب شو يعني قسمي شو يعني جمع شو يعني طرح ومنه نعرف وين منحط الشحطات يعني قسمي قسمة 99 هايها 99 شوف حطينا بين 99 شحطة لأنها رقمين جمع بعض 99 قسمة 99 باي على 11 على 11 كم قسمة 99 11 بنحكي the answer is 9 99 تقسيم 11 الجواب 9 طيب التاني عندك 200 and 1 شوف كيف نقرأ الرقم 200 and 1 في and بحط شحطة لا بكتبها زي ما هي 200 and 1 ماضى لعندي مجال رفعت سهم لفوق كتبت and 1 طيب شو يعني الضرب multiply يعني الضرب يعني الضرب 200 200 and 1 ضرب 210 في buy يعني في 4 كم من نتيجة بتكون the answer is 8 لو تحسبها الآن الحاسب وتحسبها تحت بعض زي ما بدك الجواب رح يكون 800 and 4 شين 800 and 4 يعني 804 و 4 تمام عندك هون add add يعني زائد أو بإضافة زائد جمع يعني ok add age to age خلينا نشوف add 5 hundred 64 و ابدأ احط الشحط 500 64 شوف 500 and ما بحط شحطة بحط and 64 هون بحط الشحطة هايها 64 and بننضيف هذا الرقم اللي حكينا and 600 and لهلأ ما في شحطات 89 هون بحط الشحطة 89 600 and 89 حطيت الشحطة هايها نتبهي منيح فالستوب الجواب رح يكون the answer is one thousand الف كما ما بحط شحطة لسه بكمل منازل هون خلصنا من الالاف نبلش في المئات one thousand two hundred and fifty three شو يعني one thousand يعني الف وميتين two hundred and fifty three هون بس الشحطة اوكي عندك subtract شين subtract يعني الطرح ننتبه منيح ونطرح نطرح الصغير من الكبير فبنبدأ من الصغير subtract thirty nine حطينا بينهم شحطة thirty nine ما في and ولا في فاصل ولا في اشي فبنحط شحطة thirty nine from نطرح thirty nine from ايش ninety eight في شحطة اكيد في شحطة ninety eight الجواب هو fifty nine fifty nine هون الشحطة عندك هلأ add كمان حكينا جميع او زائد او مرت علينا اذا add one thousand and eight ما في وداعي لأي شحطة one thousand and eight ما في مكان للشحطات اوكي عندك لإيش ننضيف هلا nine hundred and ايش ninety three هاي الشحطة ninety three الجواب رح يكون سوري نضبط الكتاب بس الجواب رح يكون two thousand and one two thousand شعن thousand يعني الفين two thousand يعني الفين two thousand and one ما في شحطات لأنها one بالآخر مش مثلا twenty شحطة one مش مثلا thirty شحطة one 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 بس فيش غيرها اوكي عندك one million على ten thousand تمام شو يعني قسمة حكينا divide يعني قسمة ننتبه لهذه الكلمات بفيدوكم divide one million one million ما فيها شحطات buy ten thousand برضو ما فيها the answer is one hundred ما في دائلة ولا شحطة كلهم لسه one بدون منازل اوكي عندك هون multiply يعني ضرب twelve شو ب12 رقم واحد ما بحط فيش احطات buy fourteen نفس الاشي ما فيش احطات the answer is one hundred and sixty eight شو هون حطينا الشحطات 68 عندك قسمة 369 على 9 divide قسمة 369 69 حطيت شوف هون 69 في شحطة لازم يكون في شحطة buy 9 على 9 the answer is 41 the answer is 41 شحطة هيا عندك هون subtract subtract يعني طرح one hundred شوف حكرا الطرح بنبلش من الصغير ونطرح وملي كبير 132 هاي الشحطة 32 from 342 the answer is 210 ما ضفنا لها اشي 10 لحال 10 فهلأ راح احط التلفون هيك بشكل واضح بتعمل سكرينشوت للسؤال عشان تكتب براحتك اعمل سكرينشوت هيك ايوه تمام هون نفس الشيرة هذا السؤال للي ما كتب معي وما لحق يعمل سكرينشوت للسؤال ويكتبه على كتابه بهذا الشكل يعطيكم الف عافية يا سابع ضايل علينا اخر في هاي الوحدة راح ناخد الحس القدم ان شاء الله ونكون خلصنا الوحدة بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر